لدفع البعد الوجداني الفعال اللازم لتحريك الطاقة وبذل الجهد وتوفير الأداء الإيجابي اللي هو بنقصين الإرادة الذي يعد شرطاً ضرورياً لتملك القدرة على التصدي للتحديات التي تواجه الأمة والمجتمع بشكل فعال ثم تختتم هذه الفقرة أو لا تختتم الفقرة وإنما تقول في صد 24 استكمالاً لهذا الأمر إن مجتمع القهر والإرهاب والاستبداد هو مجتمع التفرد والتسلط الذي ينتفي فيه دور الآخر ومشاركته ويستبد فيه كل فرد بمن هو دونه ويستعبده فكل فرد له نفسية العبيد كما أشرتم وهو مصاب بداء الخنوع لمن هو أقوى منه وفي الوقت نفسه بما يعني من المهانة والخسف إذا اقتدر كان بحكم ما ألف نخاساً وطاغية على كل من هو دونه وأضعف منه إلى آخر الكلام المهم في النهاية أنه من الطبيعي في مجتمع نفسية العبيد وهرمية الاستبداد وفكر الوصاية والتفرد أن يأتي ترتيب الطفل بضعفه في أسفل سلم الأولويات تعليقكم على هذه الفلسفة التي قمت بصيغتها وتوصيف واقع مجتمع الأمة فيما تعانيه ما السبيل للخروج من هذه الأسفل باختصار أولاً المفتاح للتغيير في نوعية الإنسان المسلم يبدأ بالطفل والوالدين هم مفتاح حركة التغيير والمفكر والمربي والمصلح هو الذي يستطيع أنه يرشد الوالدين في كيفية تربية أبنائهم وتعاملهم هذه قضاء أساسية الشيء الآخر يعني تعليق حديث ضربوهم لعشر هذا في الواقع إن صح الحديث ولم يحدث أي خطأ في الألفاظ فهو يدل على أهمية الصرع وليس أن الضرب وسيلة في تربية الطفل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب طفلاً قط وقد كان أباً وجداً ناجحاً وكان أكثر الناس احتراماً للطفل ومراعاة لنفسيته حتى أنه وهو النبي وهو رئيس الدولة وهو القائد العام للقوات المسلعة التي كانت مشطة إذا مر بأطفال سلم عليهم ودعابهم يدخل الحسين وهو يصلي فيعتلي ظهره فيطيل الصلاة فيسأله فيقول اعتلاني ابني فكرهت وأنا عجله ونقول لهم إن رطعتكم خلفي لأنه هذا ابن بنته أحبه كان بيقول لهم هذا الطفل لا يفهم لا سجود ولا صلى ولا إمام جد نزل للأرض طلع يلعب أظهره فتركه يلعب قليلاً لأنه لو أنزله في الحال لا أدرك إلا أنه طرد مع ابن عباس رضي الله عنه طفل أتى إلى جانب في مجلس ضم كبار الصحابة كان إلى يمينه وأتي بإناء ليشربه فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لاحظ أن هؤلاء كبار الصحابة وأن هذا يعني ابن أخيه فاستأذنه اعترمه استأذنه أن يبدأ بكبار الصحابة فالطفل حباً في رسول الله وشجاعة أبى وقال لا لا أقدم أحداً ولا تضيع علي هذه الفرصة أن أكون أول من يشرب بعدك فيقبل رسول الله سلم احتراماً لهذا الطفل وحق ويعطيه لابن عباس حين خاطبه لم يخاطبه بالترهيب خاطبه بحب الله والتساند معه وهي صفة مهمة جداً في تكوية الطفل المسلم نحن نخاف من الله ولا نحبه لأننا لا نعرف كيف نوصف هذه الرسالة للطفل المسلم والصفة الثانية الشجاعة والقناعة وهي قضية أيضاً مهمة جداً في تكوين ولذلك قال له احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك لو أن من في الأرض يراد أن يضروك وما يضروك لو أراد أن ينفعوك وما ينفعوك علم الشجاعة ولذلك إذا أردت أن ترى